أما بقى الجانب الأردني والفلسطيني أعربوا عن التأدير لجهود مصر الحسيسة ومسعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية مع الإشادة بدور مصر التاريخي في هذا الملف وإن دور مصر كان فيه من السبات والاستمرارية بهدف التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وكمان دور مصر إنها يعني الأحوال طبعا والأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وإزاي مصر كانت بتعزز تثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية لأشقائنا طبعا في القطاع والجزء المتعلق بعملية المصالحة وإن مصر عملت دور كبير وما زالت وممكن كان فيه لقاءات كتير حصلت وصدفتها القاهرة إزاي نوحد القوة والفصائل الفلسطينية وإنهاء طبعا ملف المصالحة ده بالنسبة للقضية الفلسطينية وطبعا كان برضو النهار ده كان فيه مؤتمر صحفي جمع ما بين وزير الخارجية المصر السيد سامح شكري ونظيره الفلسطيني والأردني لكن لما نرجع للقاءات السيد الرئيس النهار ده كان فيه اجتماع برضو مع سيادة اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ده لمتابعة المخاطط التنفيذي المتعلق بالمشروع القومي لتطوير ألف قرية على مستوى الجمهورية الرئيس أوجه أن لازم المشروع تطوير ألف قرية على مستوى محافظات مصري يكون بقى يعني متبلور أو يكون فيه شغل ومتظومة متكملة وبيشترك فيها كل الأجهزة وكل الوزرات المعنية عشان نوصل بالفعل لتحقيق النتيجة المرجوة ونحن بنستهدف الريف المصري والقرى طبعا الأكثر احتياجا أو اللي محتاجة فعلا ليه تنمية متكملة خلونا على كل الأحوال نتابع مع أحدكم تقرير عن نشاط السيد الرئيس النهار ده ونرجع مرتين اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ألف قرية على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير الألف قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل وذلك مواكبة للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة وقد شهد الاجتماع استعراض تفاصيل المخطط العام للمشروع القومي لرفع كفاءة ألف قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي 22 محافظة على مستوى الجمهورية تشمل 50 مركزا بتلك المحافظات بالتكامل مع البرنامج القومي حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية وذلك على مدار ثلاث مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة لهم لسيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز متطورة لتجميع الألبان كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد أيمن الصفضي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية والسيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول مناقشة مستجداد جهود إعادة تنشيط عملية السلام والمصار التفاوضي للقضية الفلسطينية وقد أكد السيد الرئيس استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية لكونها من ثوابت السياسة المصرية مشددا سيادته على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية آخذا في الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة ومن ثم أهمية توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة القادمة لإعادة تنشيط الآليات الضالعة في مفاوضات السلام بين الطرفين وتجاوز تحديات الفترة الماضية وذلك بالتوازي مع جهود مصار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية تعزيزا للمصار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود من جانبهما عرب المسؤولان الأردني والفلسطيني عن التقدير لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية مع الإشادة بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية فضلا عن الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع إلى جانب جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين كافة الأطراف إزاء مختلف الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية لسيما فيما يتعلق بالعودة إلى مسار المفاوضات الثنائية وكذا متابعة الخطوات القادمة على صعيد توحيد الصف الفلسطيني كما طالب السيد الرئيس في نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى شقيقه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس الفلسطيني محمود عباس